أمير صباح الخير بهنيك ومليون مبروك فوز الزمالك المستحق جداً بالدورة هذا الموسم الله بارك فيك يا كريم ويعني بشخورك وببارك طبعاً جهورنا الزمالك الزمالك السنة دي كان استثنائي في كل شيء استثنائي على مستوى إدارة الكرة استثنائي على مستوى روح اللاعبين استثنائي على مستوى الجهاز الفني والأهم هي فكرة أنه كان في مبادئ واضحة جداً فيما يخص الإبقاء على لعبين أو رحيل لعبين وأعتقد أنه ده الفيصل كان في موسم الزمالك زي ما انت قلت أنا شايفه موسم استثنائي يعني احنا جئنا من بعيداوي ما حدش كان متوقع أن الزمالك يوصل للمرحلة دي كل الحاجات الموجودة في المعادلة كانت غلط اللي جاء متغيرة وقف قيد انتدابات يعني ما حصل في انتدابات أعارات عشوائية جهاز فني مفوش يعني مفوش عنفر مصري مفوش مدير كورة مفيش مرشف عكورة مفيش حد بيعمل أي يعني 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 استراتيجية للفرقة أو للنادي كانت كل حاجة عمولة بشكل يعني عشوائية شوية لكن في الآخر احنا الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نرسم نرسم سياسة ونقنع اللعبة بيها ونقنع الجمهور بيها لأن الجمهور شايف الجمهور هو يعني حتى في الكارات اللي انت بتشير ليها ديه والجمهور في الآخر هو الأول واحد عمنا صحية طيب من حاجات المهمة كمان انه كان غرفة خلع الملابس في نادي الزمالك كان واضح انه فيها هدوء كبير جدا شكبالة هذا الاسم العظيم يقعد على الدكة دون اي ازمات بالعكس يكون ليه دور عظيم جدا في تجميع اللعبين الكصة بتاعة سيف الجزيري وبعد او قبل مباراة النادي الاهلي ومباراة الكمة ما كانش بيشارك بشكل اساسي ويرجع تاني يشارك بشكل اساسي بشكل مميز لعبين كانوا موجودين على الدكة واسماء كبيرة زي حزي امام محمد عبد الشافي ورغم كده مشوفناش اي ازمة او اي مشكلة في نادي الزمالك في نظام وفي عدل النظام العدل ده ما بيزعلش اي حد يعني اي لعيك مش عايز اي حاجة غير ان هو يبقى ضامن ان هو لو اشتغل هياخد فرصته وان اللي بيمشي عليه بيمشي على غيره ده 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 نفسه يبيمشي على الناس كلها صحيح وفي الاخر فيه ادارة وفيه رئيس نادي محدد لنا الاهداف وفي نفس الوقت موفر لنا الامكانيات احنا في الاخر خلي بقى لك نادي الزمالك كان بيتفع مستحقات اللعيبة لما كانوا ثالث ورابع الدوري كان ابتدى يدخ كل الفلوس المتأخرة ودي حاجة في الاخر انتعكست للعيبة ان الادارة يعني مسدقهم في الوقت اللي كان الجمهور مش راضي فيها عن اللعيبة في الوقت اللي كان الاعلام كله شايف ان الفرقة فضيت او يعني او ما عندهاش حاجة تقدمه الادارة كانت عايزة ان هي توصل للعيبة ان لا احنا مصدقين فيكو ان احنا في الاخر زي ما برضو فيه عنف ونظام ان اللي هيطلع برا النظام مش خيبة موجود في نفس الوقت لو ليك حق هتاخدوه لو مش هنسمح لحد في الاعلام يتكلم عليك مش هنسمح لحد يتجاوز حقك اعمل عليك وعندك ادارك وعندك يعني نظام عندك اهداف كانت وفي الاخر وفيه جزء بقى فني اللي هو في الاخر اللي هو في الاخر الطبيعي ان احنا نبقى في الاخر فرقة ان احنا ميبقاش عندنا اي مشاكل في ظرف الكورة للأسف نت زمالك في سنة الفاتت اقدر له مشاكل برا الكورة هي دي اللي خلت في الاخر ان انت مفيش رؤية مفيش وضوح انت في الاخر نفس الفرقة اللي كذبت الدوري هي نفس الفرقة اللي بتطلع من افريقيا من دور المجموعات انت مبتبقاش عارف ايه اللي حصل اللي حصل انه حصل يعني مفيش نظام مفيش 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 هدف واحد احنا كلنا شغالين عليه وهو ده اللي احنا عملنا ان احنا وحدنا الناس قلنا لهم احنا بسببين فيك وعندنا مشروع انتوا تقدروا تغيروا تقدروا تغيروا صورة اللي بتغضع عنكم ان انتو هنالعب بأي حد الكلام ده كان من أول رئيس النادي لحد مدير الفني لحد كابتن الفرقة كل الناس مصدق في الكلام ده احنا كلنا يعني مدير فني عرف ان قرر النادي ان اللعيب ده مش هيبقى موجود لأسباب لعلاقة بقرامة النادي وشكل النادي وغيبت النادي المدير الفني ما بينقشناش هو محتاجه ولا مش محتاجه مدير الفني بياخد صف في الإدارة نفس الوقت لما الإدارة بتلاقي ان المدير الفني استبعد العيد لأي سبب هو شايف ان هو مش ضد مصلحة النادي الإدارة بتدعمه نفس الوقت الجمهور شايف المعادلة دي وشايف ومصدق وابتدى ربنا يوصل لنا يعني إشارات ان احنا ماشيين كويس ماشيين صح هنكمل على كده والحمد لله توجنا من احنا عد شهر ويوم أو يومين كان مضش الكاس كان يوم واحد وعشرين سمعة احنا حوالي شهر بالضبط أو شهر ويومين قدرنا نحن ناخد الدورة والكاس وطلطين مهمين جدا وفي الاخر انت مش حاسس ان فيه انت مش حاسس دلوقتي ان فيه اقاف قديد ولا حاسس ان فيه ضعيبة ماشية ولا حاسس ان فيه مفيش انتدابات حفظة ده هيخلينا قطعك في حاجة هل انت كنت قايل لفريرة أو فريرة عارف ان الموسم ده موسم بما جميع النازل زباك لو سألتهم لما فريرة جيه هيقولك لا احنا مش مستنين منه حاجة الموسم ده احنا مستنين الموسم اللي جاي كون فريق عشان الموسم اللي جاي كنت متوقع بطولات الموسم ده بص انا اول حاجة عملتها انا شخلت الضغوط من على العيبة ومن على الجهاز هاي ويعني كان اعرضت كل حاجة على الراجل قبل ما ييجي وقابلته اكتر من مرة وصفرت قابلته واعرضت عليه كل حاجة هم والطور احنا في الاخر عندنا مشروع يعني المشروع ده هو انا شايف انه مش هتحقق غير لما يبقى فيه نظام وعدل وعشان كده انا بصر ان انت اللي تبقى موجود يعني بغض النظر احنا خدنا بطولات او ما خدناش بطولات بطولات دي في الاختة تتويج يعني كان ممكن على فكرة نعمل حاجات احسن من كده بكتير وما نقدرش نوصل او نخسر الفاينل او نخسر الدورة على نقطة يعني في الاخر السنة اللي فاتت ليفر بول ومنشستر سيتي الدورة خلص منهم على نقطة في الاسبوع الاخير صح ما تقدر في تقول ان فيه فرقة فشلت او ان فيه فرقة قسرت او ان فيه فرقة فيها مشاكل احنا كنا مشكلتنا يعني اكبر من كده واعمق من كده احنا كانت مشكلتنا في ان الاساسيات اصلا مش موجودة اه السنة اللي فاتت مع احترامي طمعا لكل اللي جاء واللي جاءت والناس حاولت تكتهد لكن في الاخر يعني ده مش مناخ يبقى فيه استقرار لعيبة فجأة لقيت نس تانية بتتعامل معهم فجأة الناس اللي بطلت تتعود عليهم لقيتهم مشوا جابوا نسمانية غيرهم في نفس الوقت حصل ايقاف قيد بتعامل حصل لما تجيب حد اول مرة تحط في موقف انا بكلم على لو مسؤول او على مدير او واتفر يعني في الاخر كل الازمات اللي ليه علاقة بايقاف القيد وبالانتذابات وبالشراء والحاجات دي كلها متراكمة والحاجات دي كلها اثرت في بعض زي مثلا موضوع سيف الجزيري وموضوع مروان حمدي انت جيب تروح تشتريت اثنين مهاجمين واحد فيهم بيلعب افريقيا والتاني مش بيلعب افريقيا وانت اتعاملت مع العيب انه هو مكنة انه يدخل الملعب يفتغل على طول العيب بيحتاج وقت يتأكلم بيحتاج حق دي يتعامل معه نفسيا الحاجات دي كانت متوفرة فاللي بقى متقلق مش هو اللي بتعب في افريقيا واللي بقى محتاج دعم تلع عارة بعدها بستة شهور كل الحاجات دي يعني في الكورة وفي الصناعة بتاعت الكورة يعني لازم تتحط في الاعتبار الحاجات دي ما حصلتش للأسف فأثرت ان انت قدرت تاخد دوري لكن السنة اللي فاتت لكن الدوري في السنة اللي فاتت ضغطت على مشاكل وعيوب كتير ادارية ومشاكل كانت موجودة أثرت لكن عشان كده انا شايف الدوري بتاع السنة اللي فاتت حتى ده انا قلت للعيبة اول ما توليت المسئولية اول ما رجعت تاني في 24 نوبمبر قلت لهم الدوري بتاع السنة اللي فاتت ده انتو خدتوه بدرعكو ولا في اقدارة تقدر تقول انها ساعدتكو ولا احنا حتى نقدر نقول انها ساعدناكو ولا جهاز فني انتو تغير عليكو كل الناس وانتو اللي بقديكو تغيروا الصورة اللي متاخدى عنوكو عن ان البداية كانت مش كويسة وانتو اللي تقدروا تغيروا المفاهيم اللي متاخدت عنوكو في الاخر نقدر نبقى خدنا دوري ونقعد تسعة سنين ما ناخدش دوري ونقدر نبقى خدنا دوري واخدنا اللي بعده ونأخذ اللي بعده ونبتدي نبقى ندخل صفافة جيدة للعيبة والشباب اللي مع عندنا بمناسبة الشباب الشباب اللي موجودين برضو عشان انت كريم تبقى عارف الشباب دي مش ما طلعتش بشكل عشوائي الشباب دي كانت طلعت معانا في 2019 وطلعت معانا في 2020 وبعد كده حصل اهمال لهم في السنة اللي فاتت وحصل زي ديك شفت خلي بالك الشباب دي كانت وسطهم وسما فيصل واحسن فيصل ومهاب اشرف واحمد عيد واحمد محمود كل دي لعيبة كانت موجودة معانا عارفينهم بالاسم ابتدى ده يتباع بيع عشوائي ده نستغنى عنه ده يطلع عارف نية البيع ده حتى صبحي كان محطوط فوست الشباب دي انه هو مشروع بعد سنة او سنتين هو هب كل الحاجات دي المشروع ده تشوي او ما كانش واضح او اللي جيس تلم بعد كده ما كانش عنده الرؤية القديمة اللي احنا شغالين بيها في الاخر احنا جبنا اللعيبة للشباب اللي انت بتشوفهم حسين معمجيد وخيف ويوسف وكل الشباب يعني لان لسه تي شباب تانية على فكرة ما ظهرت فينا تاخد الفرصة طيب انا عايز بقى السؤال اللي جاي كان على الشباب هقولك حقيقة كنت بفكر فيها النهاردة الزمالك دلوقتي طلع للقرى المصرية مش لنادي الزمالك بس مجموعة من الشباب زي ما تقولت البوتانشال جدا انه ممكن يبقوا يعني واعدين جدا للقرى المصرية وفكرت في حاجة الزمالك اكيد هيتحرك في صفقات عديدة ومهمة الصفقات دي هيدفع فيها فلوس اكيد كتيرة ومهمة هنيجي المسم الجديد يتقلك انه الصفقات الجديدة دي لازم تشارك على عشان الزمالك دفع فيها فلوس كتير وتشارك فاخشى ما اخشى يعني في النهاية الناس هتقول انه الصفقات دي مدفوئة فيها فلوس كتير فممكن تشارك حكمت ان هما صفقات كتيرة وجاي бизнес كتيرة هل هيبقى فيه صفاقات كتيرة لنادي الزمالك ولا هتبقى صفاقات قليلة بحسب الحاجة فقط عشان ما نخسرش الشباب دول لا بص هو مبدايا يا كريم هم ما بقوش ناشيين وهم مش شباب صغيرين خراص هم العيبة سيف موليد 99 حسام عبد الجيد موليد 2001 عنده 21 أو 22 سنة خراص ولعبت أهلي وزمالك ولعبت ستات في جمهور وشاركت مشاركة فعالية في 10-15-20 مبش في كاس وفي دوري فانت خلاص انت شخصيا قدمت نفسك للجمهور ان انت خلاص لعيب كبير لعيب أساسي ما ينفعش السنة اللي بعدها يعني مستواك ينزل أو يرجع في الآخر لخالي الدوري الزمالك اللي هو فرقة الزمالك السكواد بتاع الزمالك اللي هو فيه لعيب عنده 37 سنة سي عبد الشافي أو زي عيمن حفني أو زي شيكا 36 وفيه لعيب عنده 21 أو 21 أو 18 أو 19 كل الشباب دي شاركت والكبات دي شاركت في النجاح اللي احنا في ده اكيد معمول حسابهم معنا معمول حسابهم معنا مش عشان احنا كسبنا الدوري النهاردة لا معمول حسابهم معنا لان احنا صوفنا ان هما قادرين ان هما يشيلوا بدليل ان هو الدفع بيهم بدليل ان لما حصل ان اشرف بن شارك كماشي او نجم كماشي واخراص يعني وصلنا معهم لتسوية ان احنا مش عايزين نضرهم من عدو من لتلاتين تمانية لان احنا بقول لك ابتدت تتصدر لنا مشاكل زي ما لك مش طرف فيها يعني انت بقيت ما بين ان انت عايز تحتفظ باللعيب بتاعك وفي نفس الوقت انت مش عايز تضر اللعيب اللي اداك وعطاء وتعب معاك وجيلك في الداخل خبط على الباب قال لك انا عندي مشكلة ان انا يعني مش هقدر اكمل لان انا عندي رغبة ان انا اكون في بلد تانية او في دوري تانية لما جينا فكرنا في الموضوع ده واعرضنا المشاكل دي كلها وكنا عاديين كلنا يعني فريرة كان موجود وكابتن عسامة موجود وجهز كله كان موجود احنا كنا شايفين ان هو وافق للعيب ان هو اطلع واحنا شايفين ان يوسف يقدر يفيد شايفين ان سيد نماري يقدر يفيد طبعا ترق خبرات ما بين شارك اكيد وما بين سيد او ما بين يوسف لكن في الاخر شايفين ان هما لازم هيجي عليهم وقت يتحطوا في مسئولية ويتحطوا في ضغط علشان نقدر نشوف اخرهم نقدر نشوف ايه الماكسيم بتاعشب صح كان فيه ثقافة دائمنا كريم اللي هي بتاعت ان لما تكسب الدوري او دم يبع عندك مطش سهل نزل الشباب جرب فيه ومشوف مش عافية ايوة انا شايف ان الثقافة غلط انا شايف ان اللعيب بيتولد كبير لما تحطوا في ضغط وتحطوا في مسئولية او ما تتعاملش معا ان هو رأيب صغير هيشرب المسئولية من زميله من زيزو من زوينشو من شيكا ومن عواء هيشرب هياخد الخبرات دي وهيدخل في السرق اسرع احسن منها تبقى حطط له حافظ او حطط له تارجت ان هو بتلعب مطش سهل بدل ما ترعب ناشئين هتطلع تلعب معنا خلاص لايبعد في المرحلة دي اكيد هما هيباليهم دور كبير معنا والدور ده مش متحدد من دلوقتي ان هما بقي حافظوا على مكانهم السنة الجاية يعني السنة الجاية انا لو محتاج يبقى عندي مثلا وينج خلاص اساسي وينج احتياطي اكيد فيه عندنا نقص في مركز معينة فلو الوينج الاساسي ده هيبقى يوسف وثمنة به واللعيب الجديد اللي هنشتريه هو الاحتياطي بتاعه ده عشان مستوى يوسف في الملعب عشان يوسف حاجز مكانه ولو اللعيب اللي هيجي مكان في مركز ماقصنا مثلا على سبيل المثال لو هو جناح أو ستة أو تمانية هو اللي مجهوده اكتر وهو اللي عطاهه اكتر هو اللي هيبقى الرعيب رقم واحد الآخر هم اللي هيبقى قدمت نفسها في الفرقة مفيش حد كده كده ضمن مكانه زي ما انت قلت شكبالة بيقعد دكة وايمن حفني بيقعد دكة وعبت الشافي بيقعد دكة وبينزل وبيعمل فرق وبيضغط وبيتزحلق وبيحاول يكسب الفرقة ويحاول يسمع كلام مدرب نفس الفكرة طبعا على الشباب ونفس الفكرة على اللعيبة الجديدة فلا يعني يعني تصحيحا للفكرة نادي الزا مالك هيكون من اقل الاندية اللي هتدع عم السانيدي ممكن يبقى خمس او ست لعيبة مش هتحك عليك اقولك احنا كنا في وقت مروايات مماضين حوالي عشر لعيبة او اتناشر لعيبة لكن بالمستويات اللي كانت بتتقدم على مدار المواطشات اللي فاتت كنا بنشوف ان اللي موجود احسن من اللي احنا رايحين نشتريه فبنبتدي نراجع ونخص حطوة لورا لكن في الاخر برضو مش عايزين ننسى ان نادي الزا مالك ما كان موقف لفترتين قيد ونادي الزا مالك ما عملش انتدابات ونادي الزا مالك دي مساء مراكز عنده ضرورية محتاجها يعني احنا بنلعب بجون واحد احنا بنلعب ما عندناش لعيب ستة غير رؤى ما عندناش بديل لي ما عندناش لعيبة حتى لعيبة التمانية اللي بتلعب يوسف اوباما مش بيلعب تمانية امام عخور هو مش لعيب تمانية اصلا الناس دي توظفت في المراكز دي فاكيد هيحصل انتدابات اكيد هيحصل انتدابات ايه اللي انتدابات اللي حسمت يا امي اللي حسمت انا مش كلمك على اللي مش هيبقى معلن او لسه بتتفاوض فيه بس اللي حسمت العيبة خلاص بينهو اجراءات بتاعتهم بتاعت التوقيع يعني في الاجراءات بتاعت الكشف الطبي والصحصات بتتعامل تمهيدا للتوقيع يعني وهم ينزلوا معنا بشكل رسمي لان احنا كمان برضو ما كانش عندنا رفاهية ان احنا ناخد فترة اعداد ناخد فترة راحة زي اي بلد في العالم او اي دوري في العالم بيبعندوا الحاجات الطبيعية دي احنا عندنا اشهل فترة دي وفي نفس الوقت احنا عندنا بطولة كمان حوالي 12 او 13 ايوم يوم تسعة عندنا كالسوبر قدام الهلال ففي نفس الوقت احنا عندنا لعيبة مرهقة وفي نفس الوقت اللعيبة اللي داخلة لازم تدخل بالمعاز بالزبط علشان هي بتتقدم للجمهور وبتتقدم للمدير الفني فلازم يبقوا في الاخر برضو احنا بنساعدهم وندعامهم ان هم حد ما يتقسموا يبقوا معنا فنقصدي ان نحن نتحايل دائما عن الظروف يعني عمرو كان فيه ظروف طبيعية ان انت بتقدر تشغل فيها بتعرف الموسم بيبدأ امتى بيخلص امتى عندك فترة راحة سلبية امتى بنرجع نعمل معسكر بره مصر او جوه مصر على كده بنبتدي نعمل المشاكل والدائعة كان نبتدي الدوري زي اي حد طبيع احنا بنعرف نعمل واتمنى طبعا ان الربطة والاتحاد القرى انهم الموسم الجديد ان هو يعني يعني يتوقفك ويتماشى مع البطولات اللي احنا هنشارك فيها بطولات افريقية او سوبر او بطولات عربية او الاجندة الدولية لان في الاخر يعني هي كورة هتتطور بالحاجات دي سيبك من الفنيات الفنيات دي في الاخر لو اللعيب ما خدش فترة راحة اخر 4-5 سنين انت هتشوف فنياته مش كويسة وهتشوف ان المستقبع اللي مش بيزيد فأكيد نادي زمارك هيدعم لكن دايما بيبقى فريق البطل دايما بيبقى فريق البطل بيبقى عنده مكتسبات تانية احنا كسبنا الحمد لله ان احنا كسبنا بطولة وكسبنا لعيبة صحيح فدي حاجة عايزين نحافظ عليها وفي نفس الوقت ندعم اللعيبة دي مش هنسيبهم لوحدهم لا هيحصل تدعمات هيحصل تدعمات في حدود خمس او ست مراكز او خمس او ست لعيبة هيبقوا موجودين فوز بالفريق اللي موجود ده ولان احنا ماشي من يعني فيه لعيبة مش يعني اساسية عشرة بن شارع كان لعيبة اساسي في الحداشر طرح حمد كان لعيبة اساسي في الحداشر اللعيبة دي اكيد لازم تتعوض بالعيبة حتى عشان يكون فيه منافسة صحيح ما بين اللي موجودين اللعيبة الابطال اللي خدوا الدوري وخدوا الكاس وما بين مصر احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو مؤكد هيكون عنده عروض من اكتر من مكان احمد سيد زيزو مكمل معنادي عزة مالك او ممكن تسمع العروض دي يعني احمد سيد زيزو بيقدم موسم مستثنائي يعني كل سنة مستوى بزيد وخبراته بتزيد والفاليو بتاعه بتزيد اكيد هيكون عليه طلب وهيكون زي ما فيه طلب على اللعيبة تانية في الفرقة حتى الشباب في الآخر يعني هو العيب عقده ممتد سنتين على النادي اه فيه شرط جزائي موجود لكن هو العيب عمره متكلم فيه ما تتطرفوش يعني احنا كنا معجلين كل الكلام اي حاجة كانت ممكن تعمل مشاكل على مدار السهور لفات دول انا كنت معجلها لنهاية الموسم مش عايز اكلم حد في شرط جزائي مش عايز اكلم حد في النوا يمشي او يقعد او الكلام عايز الناس كلها تبقى الأجواء عندهم أجواء كورة وده الحمد لله قدرنا أن نوصله ولو في الآخر نادي زمالك اكيد عنده رغبا زيزو يبقى موجود ولو زيزو عنده رغبا هو يكون مستمر السنتين اللي يفضلون في عقده مع نادي زمالك هتكون يعني اضافة اكيد لنا زيزو العيب من أهم اللعيبة في الفرقة ولو في الآخر زيزو مش موجود ان لو جاله عرضه هو شايف او الادارة شايف ان هو العرض ده يعني هيفيد اللعب او هيفيد النادي في الآخر كبيره هي مش نهاية لكن احنا طبعا هنحاول ان احنا دايما ندع من الفرقة سواء بالعيبة على مستوى اللعيبة اللي موجودة دلوقتي او سواء ان احنا نحافظ على اللعيبة اللي موجودة بتاعتنا بس مش دايما يعني مش دايما بتقدر اديك شايف انت الناس كتب تقول بن شارع لو مشي مش خيتعوضه وفي الاخر اللي عوضه وشاب صغير يعني ما حدش كمتوقع يعني ان سيدني موري هو اللي بيلعب هو البديل بتاع طبعا لا واللي اكتر كمان انا بالنسبة لي كان طريق حامل طريق حامل لما كان بيغيب عن اي مباراة نادي الزمالك 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 وده شغل اكيد مدير فني ففعلا الزمالك ما وقفش على لعب البطل البطل في الموسم ده بالنسبة لي هو الفريق صح من قدرش نقول الامير جاب بطولة من قدرش نقول الفلان جاب بطولة حتى الراجل نفسه بيتكلم بالاتيتيود ده بيتكلم بطريقة دي صحيح كل واحد فينا ليه دور في الفرقة ليه دور ودي انا شايف ان احنا بقينا فرقة جامعية وبقى عندنا يعني انكار زيت وكان بقى كل زي ما انت بتقول الشيكبالة بيقعد وعبد الشافي بيقعد محمود علاء بيقعد لأخو الصغار حسنا عبد المجيد يعني بيقعد له بيقعد له بنفس راضية ومعندوش اي مشكلة وبيدعمه وبيتمنى له الخير انا شايف ان في الاخر كل حاجة في الدنيا ليه عمر فتراضي نتمنى ان العمر الفتراضي بتاع العيبة بتاعتنا المؤثرين انه طبعا يكون اطول لكن مش نهاية الكون ان العيب يمشي او انه رئيسنا دي يمشي او لكن في الاخر لازم اللي يكون يدخل الفرقة يكون على نفس المستوى ولازم برضو اللعيب يبقى عنده رغبة صحيح ان احنا نحافظ عن اللي احنا عملنا اللي احنا عملنا لازم اللعيب يبقى عنده رغبة انه يكون موجود في المكان ما يبحثش بلعيب قعد عظبا عنه ما يبحثش بلعيب وحسس ان فيه مكان تاني اكبر من الزمالك واعتقد ان زيزو بيتعامل من المنترك انه شايف ان الزمالك اداره كتير وشايف ان الزمالك بيته وشايف وقدر يشوفر الجمهرية والحب اللي الناس بتحبه وانحنا كمان شايفين كده زيزو المشروع بتاعنا شخصيا انا انا اسعد انا ممكن اكون اسعد من والد زيزو بالمستوى اللي او بيقدمه لان زيزو اللعيب تحسب علي انا ريسك انا خدته وما كانش بساعتها يعني كان ساعتها مدير فني مش عايزه كان ساعتها ما عندوش شعبية ما عندوش اي رصيد ان هو ما كانش صفقة جمهرية مثلا يا كريم عشان نستطلب بيك صح وانا عارف ان هو اتاها جروس ما كانش عايزه جروس واتاها بالاخر انا سعيد بذا هو لان هو هو ده نجاحه وده مجهوده وده الشغل اللي هو اشتغله من هو صغير لحد ما هو الفرصة دي ومسك فيها فهبقى اكيد انا هبقى اكتر واحد سعيد بان زيزو يبقى موجود في الزمارك واكيد برضو هبقى سعيد لو زيزو يعني حلم من احلامه لو هو عندو احلام تانية غير الزمارك اكيد برضو لكن كل حاجة دايما بتمشي بالصحة وتمشي بالوصول زي ما اشرف ماشي بشكل حضاري وثلم علينا وعمل ناره ويعني خرجنا من الباب الكبير زي ما بيقولوا خلاص سرامة اللعيب ما عندوش رغبة نادي الزمارك لازم يحترم الرغبة لان في الاخر احنا نادي برضو عندنا كرامة وعندنا جبهور وعندنا مبادئ وعندنا اصول وعندنا شوية حاجات كده بنحافظ عليها ففي نفس الوقت برضو لازم اللعيب يبقى عندو نفس الرغبة وانا بقول لك انا اعتقد ان زيزو يعني يعني هيبقى حابب ان هو يكمل ويكسر ارقام اللي هو بيعملها وانه هو يبقى زيزو غير موصفات موجودة في اللعيب المصري ان مش رازم تبقى محترف فبرة عشان يبقى اسمك محترف زيزو بيتعمل هنا ان هو محترف صحيح يعني هيجي وقت من الوقت هنأعل ان شاء الله اللي هيتم ان شاء الله امير مرتضى منصور انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مليون مبروك فوز مستحق جدا للزمالك بالدوري والكأس هذا الموسم موسم استثنائي وكبير وعظيم لنادي الزمالك عمل فيه كل شيء عمل فيه كل شيء اعجازي عمل فيه كل شيء لا يصدق عمل فيه كل شيء خارج اطار المنطق كاملا كاملا